بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلا ورحمة بحضراتكم معنا في حلقة بديدة من الأبطال زي ما تعودنا كل يوم حد واربع من نكون مع بعض من 8 إلى 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حاصرت على الساحة الرياضية في العلعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا الحقيقة الحدث الأهم والأبرز خلال هذا الأسبوع وهو تكريم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة من اللاعبين واللعبات والأجهزة الفنية الحاصلين على ميداليات في بطولة الألعاب الأفريقية اللي أقيمت في شهر مارس الماضي في غانا الحقيقة البطولة دي كان مفروض أنها تقام في الصيف الماضي في 2023 ولكن لزروف تنظيمية والاستعداد والملاعب تم تأجيلها لشهر مارس 2024 ولكن حملت نفس الاسم غانا في أو أقرى 2023 وده طبعا العرف إذا ما حضركم عارفين في كل الألعاب الرياضية لو تم تأجيلها بلا بتفضل محتفظة بالاسم والزمان اللي كانت مفروض تقام فيه وأكبر ديري على كده هي توكيو 2020 والتي أقيمت في عام 2021 حقيقة تكريم سيادة الرئيس بيجي في وقت مهم جدا قبل مشاركة أغلب الرياضيين اللي تم تكريمهم أمام سيادة الرئيس في دورة الألعاب الأولمبية اللي خلاص هتبتدي خلال أيام قادمة فالحقيقة هذا التكريم كان مهم جدا وشهد هذا التكريم حضور كبير من اللاعبين والأجهزة الفنية والكوادر من داخل النادي الأهل الحقيقة يعني أكتر تكريم أو أكتر شرف بينتظر أي رياضي هو التكريم طبعا من سيادة الرئيس لأنه بيبقى ذكريات وبتبقى شرف يعني بيفضل اللاعب بيتذكره أو الجهاز الفني أو أي كاد الرياضي بيفضل يتذكره والعمر كله لأن دي بتبقى لحظات يعني جميلة جدا لما طبعا بيتم تكريمك من رمز الدولة المصرية والحقيقة دي طبعا دي كانت الصور تبقى لحظة مهيبة يعني خليني أقولكم يمكن أنا يعني عشتها في فترة من الفترات بتبقى لحظة مهيبة بتحس أن يعني أنت فعلا يعني الدولة المصرية حاسة بمجهودك حاسة بالجهد والعرق اللي تم بزلهم عشان تحط اسمه مصر عليه وخليكم شايفين أو دايما شايفين أن أعلم مصر شايفين فين أعلمينه على الشمال اللاعب هو بيلعب بيبعينه على أعلم مصر اللاعب هو بيلعب وبياخد مركز أول أعلم مصر بترفع قدامه على منصة التتويج فالحقيقة بتبقى لحظة جميلة لحظة عمر من اللاعبين أو لجهزة الفنية يعني بتنساه والنادي الأهلي كان حضر بقوة في هذا التكريم من خلال اللاعبي لعبي الكثيرين ولعباته اللي شاركوا في الحقيقة هذا التكريم وتم تكريمهم من سيادة رئيس الحقيقة حاولنا طبعا نجيب أكبر عدد ممكن من هؤلاء اللاعبين عشان يعني يوصفونا اللحظة دي ويوصفونا كمان لحظات انتصارهم في هذه البطولة ولكن للأسف كان مجموعة كبيرة منهم بتستعد للأولمبيات اللي سافر خلاص وراح باريس زي ما كان معنا الحلقة اللي فاتت أبطال ألعاب القوة زي مصطفى الجمل وهاب عبد الرحمن وكل اللاعبين سافروا خلاص أو هيسافروا يعني خلال يوم أو اتنين إلى العاصمة الفرنسية باريس عشان يبتدوا رحلة الكفاح والجهد للمنافسات على المدليات اللومبية فالحقيقة كان النهاردة يكون معنا مجموعة لأنهم يعني الكاراتيه لعبة مهمة جدا والكاراتيه كانت لعبة أولمبيا في توكيو 2020 وكانت حاضرة بقوة بمدليتين واحدة برونزية منهم كانت من نصيب الدكتورة جيانا فاروق بنت النادي الأهلي وللأسف الكاراتيه خرج برى الأولمبيات أو برى الألعاب الأولمبيا هذه الدورة طب ليها كابتل لأن الأولمبيات في الأصل ما فيهاش لعبة الكاراتيه ولكن السنة اللي فاتت بسبب أنها أقيمت في اليابان واليابان من الدول المؤسسة للعبة الكاراتيه فاختارت الكاراتيه كلعبة من الثلاث ألعاب من حق الدولة المستضيفة أن هي تدخلهم في قائمة الألعاب الأولمبيا فرنسا الحقيقة عشان مش متميزة في هذه اللعبة ما دخلتهاش ولكن في إن شاء الله لوس أنجلوس الكاراتيه راجع تاني والسكواش كمان هيكون في لوس أنجلوس فهنا يعني الحقيقة كان فرصة لنا كويسة أن احنا نستضيف لعباتنا ولعبينا اللي شاركوا أو اللي كانوا موجودين في هذا التكريم النهاردة هيكون معانا مجموعة من لعبي الكاراتيه في النادي الأهلي واللي كانوا أصلا بيمثلوا منتخب مصر فيه بطولة غانا هيكون معانا آية شام ونهى عزب اللي اتنين الحقيقة خدوا دهبية في الكاتر انتعرفين كمعا الكاراتيه فيه منافسات نوعين من المنافسات الكاتر والكوميتيه الكوميتيه اللي هي النزال أو القتال اللي يعني الجماهير بتستمتع بيها شوية عشان بيبقى فيها قتال ما بين اتنين يعني ولكن الكاتر عرض اللعبة ممتعة ونشاط ممتع للكاراتيه ولكن استعراضي أكتر بيبقى في ثلاث دقايق بتعمل جملة يعني أروني في ثلاث دقايق بتعمل جملة انت ومجموعة أو فردي يعني بتبقى ليها بعض الجمل المعروفة وصعوبتها بتبقى ليها درجات وفي الآخر بيتم تقييمك عندنا آية شام ضفتنا النهاردة ونهى عزب خدوا أول كاتر طبعا جماعي وآية الوحدة خدت البرونز في الفردي بالنسبة للكاتر خدت برونز بالنسبة للكاتر دول اتنين لعبات تم تكريمهن من قبل أسايد رئيس عندنا كمان حبيبة ماجد أول كوميتي جماعي خدت كمان هكون معنا النهاردة في برنامج الأبطال وعندنا مصطفى الغباشي نجمنا ونجم منتخب مصر في الكاراتيه خد أول كوميتيه طبعا جماعي والحقيقة دول كانوا لعبتنا ولاعبينا من الكاراتيه اللي خدوا مديليات في العلعاب الأفريقية بالنسبة مصر خدت المركز الأول طبعا في العلعاب الأفريقية مش محتاجة أفكر حضراتكم أن مصر خدت بفرق كبير جدا عن الثاني وعلى ما تذكر كان جنوب أفريقيا هو الثاني أو الليجيريا مش فاكر قوي مين كان الثاني ولكن مصر كانت فرق كتير قوي عن المركز الثاني هيكون معنا كابتن تامر جمال الدين مدرب المنتخب واحد يعني الكوادر برضو اللي تم تكريمها واللي كان لي دور كبير في حصول اللاعبات واللعبين على هذه أو يعني المراكز المتقدمة مع منتخب مصر الحقيقة دي هتبقى فقرتنا الثانية زي ما عودناكم بيكون دايما معنا فقرة حوارية بتبقى النصف الثاني ويكون معنا الكارتين